اهلا بحضراتكم ولسه بقولكم في محطات كتيرة جدا في مشوار نجمينة كابتن سيد عبدالحفيز كابتن سيد ممكننا قبل الفاصل اتكلمنا على مباراة مؤرخة طب ما احترمنا النادي الزمالك ونادي الزمالك ده نادي كبير كل حاجة انما النادي الاهل عشان يكسب ستة واحد مباراة زي كده فدي انا اتركت على مباراة كنت في ابو زابي وما كنتش مصدق وكان ممكن نتيجة تبقى قد كده اهدف اكتر انما ستة مباراة زي مباراة الزمالك احيانا احنا في مباراة الكبيرة ديت بيبقى الواحد قلقان شوية قبل الماتش خاصة اهل وزمالك بس انا انا واحد من الناس الحمد لله فضل من ربنا كنت فرحان اوي ان انا هلعب المباراة دي انت بالنسبة لك كنت ايه بتفكر ازاي انا دايما بحب المباراة اللي فيها حتة جمهرية من وانا صغير اه يعني كنت احب العب اوي 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 في مباراة الاسماعيلي مباراة المصري مباراة الزمالك الفرقة الكبيرة الجمهرية دي طبعا اولا بيبقى الاهتمام بها عالي جدا سعنيا بتبقى الحتة الجمهرية فيها كويسة اوي المشاهدات بتبقى عالية جدا فبالتالي بتبقى لها طبع حلو اوي طبع مرد ستة واحد دي في حاجة في الكواليس كده غريبة اوي ما احنا الناس عد السعر في الكواليس دي يعني فيه ساعات يعني تباني ان الامور وحشة بالنسبالك ومش راح في الانتجاه الصح ويكون ربنا سواء الله يمختار لك كل الخير طبعا كنا معصدرين في اسماعيليه للمباراة دي في الاسماعيليه اسماعيلي اوي وبعد كده اسمعنا في الاسماعيليه كان فيك كرة يقولون بي هناك ايو 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 اجواءها بتبقى حلو جدا كان مع جوزيه اه مع جوزيه اه فروحت ببعيد بقى خالص على التوتر وعلى الحاجات دي كلها نظبوط والاسباح هناك بقى كان يعني لسه الدنيا دخلة شوية بقى حلو بالنسبة لنا والعيدة ايوا برافع عليك فاحنا كنا بقى إنا 11 مبارة تمام بنكسب احنا كنا بعيد أوي خلي بالك في البطولة دا ايه او في السيزيون دا كنا خدنا بطولة أفريقيا اللي هي بتاع التراجي دا وعندنا مؤجلات والدنيا صعبة والإسماعيل والزمالك طلعين شوية واحنا متأخدين شوية لما خدنا مؤجلاتنا كان حوالي 11 مبارات اكسبناهم كلهم ودخلين على مبارات الزمالك كان 16-5-2002 فقبل المبارات بيومين كده جابني جزيين قال لنا هنقولك حاجة طبعا انت مستنيها بقى لك فترة طويل قوي انا هلعيبك ونجرايت تمام انا بلعب بقى بقى لي باكرايت بقى لي فترة طويل قوي اه اتعودت خلاص على الخط دا كله لا هو الفترة دي كان بلعيبني باكرايت الفترة دي كلها بلعب باكرايت تمام وخالد بيبو وابدلال ورداش حتا والمجموعة اللي هو بيغير فيها دي وكننا جبنا بقى جلبرتو كمان فقال لنا هلعيبك باكرايت وهتبدأ كده يعني في التمرينة دي اتعوى رحمة السيد تمام اللي هو ستوبر اللي هو السيردي باك اه فلما اتعوى رحمة السيد خلاص الرجل رح مستبعد الفكرة تماما بقى شادي هيلعبه السيردي باك اه تمام اه وانا هارجع تاني باكرايت تمام ويلعب ريداش حتا قدام كويس ريداش حتا هو اللي جاب الجل الأولاني ايو انا فاكره تمام يعني في الدياقة الرابعة فدي يعني حاجة من الحاجات برضو اللي ممكن تلاقيها انت مع المدربين ومدرين الفنيين عشان كن لما بتحصل حاجة حتى قبل ممطش بيوم ولا حاجة ما بقولش ده مؤشر انا بقول ممكن يبقى خير مفيش مشكلة خالصة فتتعامل معا هو ربنا ده رزقك اه فبدأت المباراة يا دوبك انا في الدياقة ثلاثة او الدياقة اربعة رضا جاب جول وبعدين في الدياقة تقريبا خمستاشر ستاشر ابراهيم سعيد جاب جول وبعدين في الدياقة عشرين ولا واحد وعشرين سيناريو مقرر رأى فكرة مباراة خمسة اي مظبور قريب جدا منه احديها بسبع تامن دقايق جالي مفراد محدش فاكره خالص انا حطيتها صح عموصف اللي ترامو خلط عموصف صدها صدها قوسة يعني طبعا كل التحيات تقدير لي لكن فلما تردت تردت علي يا جول لحسام حاسي كان بلعف في زمانيك ساعتك كانت حسام حاسي فبقيت 3-1 من 4-0 لتلاتة واحد لتلاتة واحد كان سهل جدا كانت فرصة سهلة جدا زي بتبطول السيناريو بتاع خمسة تلاتة هو بالزبط هو بالزبط يعني بين الشوتين يعني اتكلمنا كويس قوي ايجابي جوزيك كلم بشكل ايجابي انفعل عليكم؟ لا هو قال يعني بعد المباراة كان ممكن كمان فيها اكتر انفعل اكتر لما حصل الطرد بتاع ابراهيم سعيد لانهنا انت بتلعب دايما على الطرد يا كبت المصطفى في الاهل طبعا طبعا هتلعبش على مبارا ودي من الحاجات المصنفة يعني دايما هتلاقي بيقابل الاهلي لو كسب الاهلي خلاص بالنسبة له البطولة انتهت خلاص هو انت بالنسبة لك انت بتلعب على البطولة طبعا بعدها باربع تليام يوم عشرين خمسة كان عندنا الاسماعيلي المنافسة التاني على طول في البطولة دي بعاد زمالك مع الزمالك احنا التلاتة كنا قريبين جدا من بعض لما انت كسبت الزمالك فرخت عن الزمالك ففضلك الاسماعيلي لو كسبت الاسماعيلي كان شبه البطولة انتهت خلاص كانت البطولة خلصت خلاص فمتساويين مع الإسماعيلي في النقط وهو هي لعبة هنا على أرضك نعم ما كسبنا على الزمالك كنا بقى نزال الإسماعيلي في النقاط فتكسب الإسماعيلي بقى أنت فرق ثلاثة خلاص فالموضوع هيبقى منتهى يعني هيبقى حسن ماتش ده خلص خلص أربعة أربعة أحلى مبارا في تاريخ الكورة طبعا ممكن في تاريخ الكورة المصرية اضطرد إبراهيم سعيد وتمر عبد حميد من الزمالك فانفعاله كان شديد قوي لأنه كان عامل على مباراة الإسماعيلي وخالد بيبو خاد الإنظار الثاني في مباراة الزمالك بتاع 6 واحد فما لعبش مباراة الإسماعيلي يبقى لهو ولا إبراهيم سعيد لا خالد بيبو ولا إبراهيم سعيد ومع ذلك عملنا مباراة جبار لكن هي مباراة طبعا لا يمكن لا من أزهن كلعيبة ولا من أزهن كمسؤولين ولا من أزهن الجمهير نعم انت اعتزلت بادري بعد الإصابة هل انت قررت الاعتزال ولا أجبرت على الاعتزال ولا تفرض عليك لا الظروف بتاعتي خلاص كانت انتهت يعني أنا راجل دايما ما بيجذبش على نفسي يعني ما بيحبش ما بيحبش أزوأ الكلام بيني وبين نفسي يعني حتى لو إيه حصل يعني انت خلاص الأمر بالنسبة لك بقى صعب مش انت الكدرة وإمكانيات وتعامل هذه المباراة يا سعيد هذه اللي هي الرضا شهاتها أو الهدف ده مضبوط إياك نشوف الانفراض بتاعك عشان نمسك عليك حاجة بس كان في نفس الشوت ده كان هذب 4-0 ده الرضا ده ما هو جولة أولا ده الرضا بالضبط كده وبعدها جابوا إبراهيم سعيد وبعدها نخالي تديمه السروح نص الجول ده حساب غير اللي عملوا الباص ده شوف فيها ده طبعا إبراهيم إبراهيم سعيد واحدة من الليالي الحلوة قوي طبعا طبعا لا هو نقص النتيجة تاريخية طبعا يعني أنت بتلعب بالخصم بتلعب بالنادي اللي بنفسك والنادي الجماهيريا سيتا واحد يعني الحمد لله أنا ما جربتش إن إحنا نتقلب حاجة زي كده يعني إحنا أقصى حاجة كنا لعبناها كاس مصر أربعة اتنين اللي هو سنة الثمانية وسبعين كان بالنسبة لنا حاجة رهيبة انت حاجة جول الأول في الماضي شو ده أولا أنا جبت جول الأولاني وعملت الثلاث جوال اللي بعد كده شاطة راح عمل كروس العالي العالي قوي ده أكن بيلعب في التيرو عملها في دماغي فجاء ملعب حميد جابها وبعدين الثالثة مختار عدة وعملت واحدة بيني وبين طاهر الشيخ لعبتلي من الصف نصف لعبها لي عملتها بكعبي لطاهر وعملها بالعرض للخطيب اللي هو أخده هو نايم جول التالي ده جول التاني تاني؟ ده التعادل صح طبعا يعني بص كمان بلال المحجز إيه بلال ده كانت عنده قدرة لا 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 كلا يحجز على مصر كلها كلاه يبيحجز ماشاء الله يعني ده الجن بقى بتاع حسن بتاع حسن طبعا كان لعيب يا أخي برضو حسن حسن اه طبعا كان لعيب اه بتكلم في ايه يعني